أم سعود من الشارقة تقول للوالدة يا شيخ دائما تصارخ على الخدامة وتتلفظ بكلام جارح وهي مسلمة وتفهم العربية و دائما ننصحها لكن لا تقبل أم سعود بارك الله فيك سلمي على الوالدة و قلي لها هذه الخادمة هذه إنسانة مكرمة إنسانة محترمة و هذه مسلمة و حتى لو كانت غير مسلمة حتى لو كانت لا تدين بالإسلام لا يجوز للإنسان أن يهين الخدم و العمال اللي عنده في البيت يصارخ عليهم أو يجرحهم بالكلام أو يشتمهم أو يسب حرام و لذلك أكثر ما يدخل الناس اللسان و الفرج اللسان و الفرج أكثر ما يدخل الناس النار و بعدين المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذي و النبي عليه الصلاة والسلام و الصان بالخدم أو صان بأن نعتني بالخدم حتى نجلسهم معنا يأكلهم معنا ما يجوز و حرام و بعدين هذه إنسانة لها طاقة ما جعل الله لرجل من قلبيني في جوفي ما يمكن للإنسان أن يعمل أكثر من شاغلة في وقت واحد و طبيعي يعني نحن بشر كلنا نصيب و نخطي و نقصر و كذا فإذا شافت الخادمة من الوالد والدتك المحبة و العناية و الرحمة بها صدقيني بأنها تخلص في العمل و إذا شافت لا والله إلا السب و الشتم و اللعن و الكلام الجارح ما صدق طبيعي إنها ما لها خلق إنها تشتغل ما يكون لها خاطر و لا خلق إنها تشتغل فقولي الوالدة تتق الله و لا يتروح حسناتها لهذه الخادمة الآن والدتك قاعدة تعطي الخادمة حسناتها و الظلم شيء الله عز و جل يقول في حديث القدس يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا و النبي عليه الصلاة و يقول الظلم ظلماته و ما القيامة و لا يجوز إنسان أن يجرح آخر بكلمة ما يجوزه حرام لا سب و لا شتب و لا رفع صوت حتى رفع الصوت هذه أذية فلذلك تتق الله و تعاملها بلطف و تعاملها برحمة تجعلها مثل بنتها و صدقيني لو عاملتها بمثل هذه الطريقة إنها تجتهد اجتهاد كبير في أنها تخلص في عمل